اشتركوا في القناة مليارات ونصف مليار دينار بحريني مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سيشمل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى القطاعات الأكثر تأثرا من جائحة كورونا بلغت الحزم المالية والاقتصادية حتى اليوم أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني تعزيزا لهذه الجهود الوطنية أعلن صندوق العمل تمكين عن تقديم الدعم للمؤسسات الأكثر تأثرا من جائحة كورونا قيمة الميزانية المرصودة لدعم المرحلة الأولى تقريبا 40 مليون دينار بحريني وهذا طبعا المرحلة الأولى يشمل إبريل ومايو ويونيا والمستفيدين من هذا المبلغ المرصود وصل إلى 15600 أو ما يزيد عن 15600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى ذلك ما يزيد عن 900 بحريني من سائقي سيارات الإجرة والحافلات ومدربي السياغة وعاملات رياض الأطفال استفادوا من هذا الدعم أما برنامج دعم استمرارية الأعمال للمرحلة الثانية اللي يبدأ في شهر يوليو وغسطس وسبتمبر للقطاعات الأكثر تأثرا فقط للقطاعات الأكثر تأثرا طبعا القطاعات هذه الصالونات النسائية وعددها والرجالية عددها 1914 المطاعم والمغاهي عددهم 393 مكاتب السفر والسياحة 346 الصلاة والأندية الرياضية 205 والمعاهد التدريبية 139 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر